تفرعد بعد البخاري صح والقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد حياكم الله أخواني الكرام وخوة الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى ولا نزال معكم في هذا الشهر المبارك في شرح هذه الأحاديث من خلال كتاب الصيام في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن نفقنا وإياكم في هذا الشهر المبارك لطاعته ومرضاته ونقول لكم مرة أخرى تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وقراءة القرآن وسائر الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى فانتظرونا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له قال فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا قال أجل نحن أحق بذلك منكم قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة قال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنتان وعشرون فهي التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وبوب هذا الحديث الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقوله باب التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيده ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلاني يحتقاني معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان أي التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان إلتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا قال أجل نحن أحق بذلك منكم قال قلت ما التاسعة السابعة والخامسة قال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها تنتين وعشرين وهي التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة يحتقان كما جاء في الحديث يعني يختصمان اختصمان اثنان فيما بينهما أمر بالبناء فقوض معناه أزيلة يقال قاض البناء وانقاض وإنقاض أي انهدم وقوضته أنا وقوله صلى الله عليه وسلم رجلان يحتقان يعني يطلب كل منهما حقه ويدعي أنه هو الذي على حق وإنه المحق أخوالي الكرام أخوات الكريمات لا شك أن شهر رمضان شهر فيه الكثير من الفضائل وهو أعظم الشهور عند الله سبحانه وتعالى وفيه أعظم الليالي التي هي ليلة القتر وهي في العشر الأواخر من رمضان لذلك فضل الله عز وجل العشر الأواخر من رمضان وجاء في قوله عز وجل وليال عشر قيل هي العشر الأواخر من رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أي العشر الأواخر من رمضان إحياء الليل وأيقظ أهله وشد مئزره في رواية شد المئزر صلوات الله وسلامه عليه وذلك بسبب أن في هذه الليالي العشر الأواخر من رمضان ليلة عظيمة هي خير من ألف شهر أنزل الله عز وجل فيها ليلة فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة وهي ليلة القدر قال تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لِيْلَةَ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر خير من ألف شهر تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نسأل الله عز وجل أن وفقنا وياكم لقيام هذه الليلة العظيمة وهذه تطلب مننا أخوان الكرام أخوات الكريمات أن نحرص على قيام كل ليالي العشر أو آخر من رمضان أن نحيي كل هذه الليالي بالذكر والعبادة قراءة القرآن وكثرة الاستغفار وكثرة الدعاء وكذلك قيام هذه الليالي خصوصا الثلث الأخير من العشر أو آخر من رمضان ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وكثرت الروايات إخوان الكرام وأخوات الكريمات ما هي الليلة التي حددت فيها ليلة القدر ويحكي التابع أبو سلمة من عبد الرحمن أنه ذهب إلى أبي سعيد القدري فطلب منه أن يذهب إلى أرض بها نخل وسأله أن يذكر له ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد موعد ليلة القدر فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنين اعتكف العشر الأوام من رمضان فجاءه جبريل قائلا أن ليلة القدر التي تسعى إليها ستكون من الليالي ليلة من الليالي فاحتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط واعتكف معه الصحابة وفي صبيحة عشرين من رمضان جاءه جبريل ثاني وقال له مثل ما قال أولا يقصد العشر الأواخر من رمضان فهنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أن من اعتكف العشر الأول أو الأوسط وترك المسجد فليرجع فإني علمت ليلة القدر أو علمت وقته وكان جبريل عليه السلام قد أعلمه يعني بتعيين هذه الليلة في هذه السنة ولكنه صلى الله عليه وسلم يعني نسى هذه الليلة إلا أنه صلى الله عليه وسلم جزم بأنها في العشر الأواخر من رمضان في ليلة وتر وهي إما في الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين لذلك على المرأة المسلم أن يحرص أخواني الكرام أخوات الكريمات في قيام وطاعة الله عز وجل في كل هذه الليالي لعل الله عز وجل وفقه في قيام هذه الليلة وموافقة ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان هذا وصلى الله وسلم أبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نتفرعد بعد البخاري صح والقرآن